أجل الرئيس التركي رجب تايب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم وذلك لبحث ما يسمى بنقاط المراقبة في إدلب السورية وبحسب وكالة رويترز ونقلا عما أسمته مصدر بالرئاسة التركية أن أردوغان بحث مع بوتين نقاط المراقبة في إدلب في سوريا وأكد تصميمهما على التعاون في مقافحة الإرهاب ومواصلة العمل بشكل متذافر كما ناقش مسألة تشكيل نقاط مراقبة جديدة في مناطق ما يسمى بخفض التوتر بمحافظة إدلب السورية من جهتها نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ذريف قوله أن وزارة خارجية روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في كازاخستان خلال أسبوعين للإعداد لقمة في إسطنبول بشأن سوريا